الخاصة بالأبنية وشراء النوازن وتنفيذ عملنا نحتدام عنه كم أشهد أتحدث للجميع عن قانونية هذا القرار ومن خلفي الأصوات تصدح وتتمسك بخضوري تراب هذه الأرض حبنا لها قانونية هذا القرار تحدثنا سابقا لا تفاوضون على قانونيته لأنه لا يمت للقانون بأي صلة لا يستمد إلى أي سنة قانوني القانون واضح نستمد حقنا وقانونية وجودنا وتصرفاتنا من نظام يتحتكم له الجامعة هذه الجامعة عريقة استمدت جذورها منذ مئات السنين لا يجوز أن يتم التعامل مع الجامعة وكانها شخص تحجر على أمواله دون علمها على الحكومة أن ترآها وتعتني بها لأنها جامعة الفقراء ومن هنا وعبر شاشتكم أوجه ندائي ورسالة إلى فخامة السيد الرئيس أن يحتضن هذه الجامعة وهو الأب الحامي والرائي لمشروعنا الوطن القرار الصادر بحق الجامعة بمصادرة حساباتها وتحويلها حساب ذات المالية هو قرار تعسفي مجحف وغير قانوني يتعارض مع جميع المرجعيات القانونية التي تعمل بها الجامعة بدأ من القانون الأساسي للسلطة وانتهان بنظام الأساسي للجامعة الفسطنية الحكومية رقم أربعة لعام 2009 وما صدر بمقضاه من تعليمات تقرر استقلالية الجامعة وحريتها في تملك الأموال المنقولة وغير المركورة والتصرف في جميع الإجراءات من شراء الممتلكات واللوازم اللازمة لتسيير عمالها نضع المجتمع الكرمي والمؤسسات طول كرم أمام مسؤولياتها ونوضح لها تبعات هذا الكرار وتداعياته على الطلب وعلى العاملين وعلى الجامعة برمتها وعلى مؤسسات المجتمع المدني والغرف التجاري والوضع التجاري وكل مؤسسات طول كرم سنواجه هذا الكرار بالتوجه إلى المسؤولين ووضهم أمام مسؤولياتهم سنتوجه إلى وزير التعليم العالي سنتوجه إلى رئيس الوزراء إلى الأخ الدكتور رامل الحمد لله الإبن البار لهذه المحافظة للعدول عن هذا القرار ولدعم هذه الجامعة للنهوض بها لتكون في مستويات جامعات الوطن بل لتكون في مستويات الجامعات العالمية ببساطة هذا القرار تجميد عمل وأنشطة الجامعة وبالنهاية وقف نموها ووقف ازدهارها وفي النهاية إلى دمورها لأنها لا تقدر أن تنافس جامعات الوطن في ظل الشحر المادي وضيق الإمكانيات المادية